اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك عسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيها ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة في زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوصة ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزوايا زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا ننذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس والمشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا عليه لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا ايشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا انروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الجدي طبعا اول ما بنحكي بنحكي عن الشمس وعطارد الشمس المنتحسي اللي موجوده بالسرطان اللي مالها متنفس فعشان هيك منتحسي وبرضو عطارد اللي بيتراجع اللي برضو منتحس بسبب تراجعه وطبعا حكينا انه ببداية الحلقة امتى رح ينتهي التراجع اللي هو وتأثيراته طبعا والزوايا اللي رح يشكلها مع بلوته والمشتري وزحل اللي بيتراجعه اللي هو الشمس تحديدا فعشان هيك اول نقطة بدنا نحذر ما تحاول انك تفرض سلطتك على الزوج او الزوجة او شركاء العمل ما تحاول تتحكم فيهم ما تحاول تفرض رأيك وما تحاول تصدر قرارات ممكن تكون متعسفة بالفترة هاي وممكن تصل بعد القرارات هاي لأمور ممكن توصل للانفصال او للطلاق اذا ما ركزت فيها بشكل كبير اما بالنسبة للبيت السادس طبعا الزهرة الموجودة فيه فبتدعمك على مستوى امور اللي لها علاقة بالعمل ممكن عمل جديد او تعزز من مكانتك في العمل او تحصل على عمل مثلا رتبة او رفعة او تكريم معين وبرضو بتساعدك على الحفاظ على صحتك او ممكن تجد علاج لشيء كان مأرقك او تشخيص جيد لمرض معين كنت تعاني منه فالتشخيص يكون ايجابي اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا الجدي بما انه الجدي وموجود الكواكب اللي احنا ذكرناها والزاوية التقابل اللي بده تصير مع الشمس فهاي بتخلي مزاجك عصبي محتد بتحاول تفرض رأيك وتتهكم مع جميع المعارف او مع جميع علاقاتك حاول انك ما تفرض سلطتك او انك تعصب زيادة عن اللزوم بالفترة هاي لانه هذا اشي بضعف من مكاسبك او بضعف من شخصيتك امام اللي حواليك بسبب عصبيتك اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا المريخ اللي بيخليك تحاول تفرض سلطتك على افراد البيت او افراد العائلة او احد افراد العائلة او تصدر قرارات او فرامنات او تحاول انك تخلق مشاكل او بتكون عصب المزاج وبتخلق مشاكل على مستوى البيت مع افراد العائلة او احد افراد العائلة او حتى بقرارات لها علاقة بالعقارات اذا كنت انت تاجر عقارات او تاجر الك علاقة ببيوت او بدك تبيع بيتك أوهان ممكن تصدر قرارات مش مدروسة إما بخسارة أو بدون دراسة أو دراية حاول تستشير أشخاص لهم دراية بالمسألة هاي أو على معرفة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا نبتون نبتون اللي بيخلق الأوهام وبيخلق لك نوع من أنواع الدبذبة وبعطيك نوع من أنواع التهور أثناء التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو بيزرع عندك نوع من أنواع الرهب والخوف في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا أورانوس اللي بيحدث مفاجآت إما علاقات غرامية بشكل مفاجئ أو أنك أنت بتنتهي من علاقة غرامية بشكل مفاجئ وبرضو ممكن أنه تعمل نوع من أنواع الصدام ما بينك وبين أحد الأحبة أو الوالدين أو تخسر أحدهم بشكل مفاجئ أما بالنسبة لتوقعاتنا الأسبوعية من اليوم الخميس حتى صباح يوم السبت القمر موجود بالحود فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الفترة هاي مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة وتسفر عن اتفاق أو مصالحة طبعا من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر موجود بالحمل فعشانيك بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تقدم على خطوة جريئة وممكن تظهر بعض المسائل المهمة اللي بتحتاج للحوار من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير في البيت الثالث لإلك له بيت العاطفة فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة بترغب عن استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل ممكن تكون فيها نوع من أنواع رومانسية والنجاح يعني وبرضو بتحملك نوع من أنواع القلق حول أحد الأحبة من صباح يوم الخميس القمر طبعا بصير في الجوزاء للأيام اللي برضو بعد الخميس فواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا إلى صحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن الإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء